نبدأ من الاجتماع العقد واسيد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع موسع عبر الفيديو كونفرنس مع كرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان وده بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء خلال الاجتماع تم بحث تعزيز التعاون في قطاع الطاقة خاصة مشروعات الربط الكهربائي والغاز وكمان التعاون في مجال تغير المناخ والتحول الأخضر عقد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا عبر الفيديو كونفرنس مع السيد كرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان وذلك بحضور السادة محافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فضلا عن نظرائهم من الجانب اليوناني إلى جانب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تترقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال التعاون في قطاع الطاقة خاصة مشروعة الربط الكهربائي والغاز وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ وتحول الأخضر والهايدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم وقد توافق الجانبان على المضي قدما في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في تلك القطاعات سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرس واليونان وكذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس من جانبه أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان والتطور المتنامي الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمستوى المتميز من التنصيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا سيادته عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين وقد أكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين مرحبا بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية ومعربا عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى أفاق أوسع في مختلف المجالات خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط والذي يعد نموذجا يحتذا به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول التباحث بشأن موضوعات تغير المناخ والتحضير للقمة العالمية للمناخ كوب 27 والمقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم حيث أكد السيد الرئيس أن المصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاستها لتلك القمة وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته في حين أكد رئيس الوزراء اليوناني ثقة الجانب الأوروبي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الإطار